في أحد أيام بغداد الحارة وقف سائق الأجرة الأربعيني أسامة محمد أمام سيارته الصفراء وملامح التعب بادية على وجهه في بداية مشواره المضن اليومي مع ازدحامات المدينة الخانقة المتفاقمة بسبب تدهور البنى التحتية وغياب النقل العام والحواجز الأمنية ستكتلها يومك بالزدحام إذا كان لديك طلب بالكرخ لا أنسى الزدحاماتك فهذا شيء فضيع تقتلك بالساعتين شهدت المدينة في السنوات الأخيرة فورة اقتصادية وسكانية جذبت إليها العديد من سكان المناطق الجنوبية الأكثر فقرا ما زاد الاقتضاظ السكاني بعد عودة الهدوء نسبيا إليها إثراء سنوات من نزاع طائفي دام ومن ثم هجمات تنظيم الدولة الإسلامية الذي تم دحره في العام 2017 2003 إلى 2010 بغداد أو سبعة بغداد من 300 إلى 500 ألف سيارة فقط في بغداد الفتح المجال أمام الاستيرادات بطريقة معيارية مفتوحة همينا غلط بحيث اليوم مصل عدد السيارات في بغداد مليونين وخمسمائة سيارة كل المشاريع التي طرحت من أجل وضع حد لأزمة الازدحامات المرورية أو تخفيفها في مدينة تواصل النمو بشكل سريع عبر البرلمان أو الحكومات المتتالية لا تزال حبرا على ورق أو أن غالبيتها لم يكتمل مثل مشروع مترو بغداد وفي مدينة كانت من أولى مدن الشرق الأوسط التي استخدمت فيها الحافلات ذات الطابقين قبل عقود صار النقل العام الجماعي شبه غائب باستثناء بعض الحافلات الصغيرة ما يدفع غالبية السكان إلى التنقل بسياراتهم ويزيد لاختناق المروري